وللمزيد مشاهدين ينضم إلينا من أمام أحد المعديات بمعبر قسطل الحدودي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية يعني أرصد لنا الوضع لديك خاصة بعد إعلان محافظة أسوان بد التشغيل العبارة النيلية الثانية التابعة لمدينة أبو سبل وأيضا عشرة حافلات كلها في خدمة توصيل المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى يعني من السودان إلى مصر من الأراضي السودانية إلى مصر فضل ولو تحدثنا عن هذه الأعداد التي تجوزت السبعين ألف وافد من الأراضي السودانية ومنهم ثمانية آلاف من من طلقوا المساعدات الطبية والإنسانية المصرية بالحديث عن متغيرات اليوم التي تساعد على مزيد من الجهود المصرية والمساعدات المصرية تم الدفع بعبارة جديدة لنقل الحافلات لمعبر قسطل والعودة أيضا بالحافلات المحملة بالوافدين هذه العبارة التي تنطلق من مرسى معديات أبو سنبل الذي أقف الآن بصدده هذه العبارة التي سوف تعمل ليلة نهار من المعروف هنا أن أغلب المعديات التي تعمل من هذا المرسى تعمل نهارا فقط وهما معديتان الأولى التابعة لمدينة أبو سنبل وهذه العبارة المدنية أما العبارة الأخرى التابعة للقوات المسلحة أيضا تعمل نهارا لكن من الجهود وفي إطار المساعدات الكبيرة المقدمة لإجلاء المواطنين من المعبرين إلى المدن المصرية نتحدث عن مدينة أبو سنبل أو محافظة أسوام بالتالي تم الدفع بهذه العبارة للعمل ليلة نهار على إجلاء الحافلات التي تقل المواطنين القادمين من الأراضي السودانية هذا المشهد لا يختلف كثيرا عن بعض التعديلات والتغييرات التي تساعد على مزيد من الجهود المصرية تم الدفع من خلال معبري قسطل وارقين أيضا بعربات صرف آلي وتابعة لمختلف البنوك المصرية لمزيد من تسهيلات الخاصة بالعملات للوافدين وأيضا الإجراءات في سهولة التعامل من خلال هذه المعابر أيضا تم الدفع بالعديد من عربات الإسعاف وأيضا العيادات المتنقلة من خلال معبري قسطل وارقين هذه تأتي من ضمن المساعدات الكبيرة التي تقوم عليها وزارة الصحة أما الهلال الأحمر الذي يقوم أيضا من خلال المراكز الإغاثية وأيضا المستشفى الميداني بتقديم الوجبات الخفيفة والعصائر والمياه وأيضا الدعم النفسي لكل من يقضي من الأراضي السودانية وأيضا هناك مراكز للاتصال للتواصل مع أفراد الأسر الخاصة بالوافدين سواء داخل مصر أو الأراضي السودانية أو في أماكن أخرى لمزيد من الجهود تم الدفع أيضا بأطقم إدارية لمزيد من السيولة والسهولة في عملية المرور من خلال معبري قسطل وأرقين هذا بالإضافة إلى التعامل السريع والأولي مع الحالات الحارجة بالنقل إلى مستشفى أبو سنبل أو مستشفى محافظة أسوان مشهد كبير كل يوم يزداد في الجهود والخدمات المقدمة لجميع الوافدين من الأراضي السودانية نعم كنت أعيز أسألك بما أنك ترصد الأوضاع هناك سما في معبر أرقين أو قسطل هل هناك من مدى زمني قد يكون تم إعلانه للانتهاء من إجلاء كافة المواطنين المصريين من السودان لا أدري أن كنت تسمعني بشكل جيد رامي من الممكن إعادة السؤال الآن أسمعك عظيم جدا كنت أتساءل عن إن كان هناك مدى زمني قد يتم إعلانه عن الانتهاء من الإجلاء لكافة المصريين من الأراضي السودانية الحديث حول هذه الموعيد والأيام والموقيت الخاصة بعملية الإجلاء وزارة الخارجية حددت النقاط الخاصة بالإجلاء الحالي وهو الإجلاء البري عبر معبري قسطل وأرقين وعملية الإجلاء مستمرة حتى بالنسبة للمصريين أو الوافدين من المختلف الجنسيات السودانية وغير ذلك لكن لم يحدد حتى الآن موعد لانتهاء هذه العملية وإذا تحدثنا عن إعلان جدا خاص بالاتفاق بين الطرفين ربما يفعل الكثير من الأمور الخاصة بتهدئة الخاصة بعملية الإجلاء أو يؤثر على عملية الإجلاء والوافدين لكن المعابر المصرية مفتوحة ليلة نهار لاستقبال جميع الوافدين بمختلف الجنسيات وكما تحدث عن أكثر من سبعين ألف أو نقترب من سبعين ألف من الوافدين ومنهم ثمانية ألاف تلقوا المساعدات الطبية تحديدا داخل الدولة المصرية أما أيضا عن الزيارات هناك زيارات مستمرة لعدد من الجهات الدولية والمنظمات الأممية منها منظمة اليودنسيف التي قامت بزيارة لمعبر قسطل ومن ثم المرور إلى الجهة الأخرى لتقديم خدمات طبية في الجانب الآخر الجانب الحدود السودانية ومدينة وادي حلفة تحديدا التي تعاني الكثير من الخدمات الإنسانية والطبية تحديدا فور وصول الوافدين نتحدث عن مرور بأكثر ما لا يقل عن ألف كيلو متر من السودان حتى الوصول إلى مصر هذه المسافة بالنسبة للوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم خاصة كبار السن أصحاب الحالات الحارجة تحتاج إلى مساعدات كبيرة طبية ومن ذلك تقوم الدولة المصرية بالتعاون مع المنظمات الأممية بإرسال وفود أيضا تساعد في الجانب الآخر في المدن الحدودية السودانية لمزيد من المساعدات الإنسانية هذا المشهد الكبير الذي تعمل عليه الدولة المصرية ليلة نهار المعابر المصرية لم تغلق على مدار ساعات اليوم حتى إذا توقفت المعابر السودانية من إدخال الوافدين نعم هو بالتأكيد جهد مشهود من قبل كافة مؤسسات الدولة المصرية لإجلاء كافة المصريين وليس فقط المصريين والأشقاء السودانين وأيضا الجاليات الأخرى من أمام أحد المعديات بمعبر قسطل كنت معنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري أشكرك شكرا جزيلا